موسيقى انا اسمي احمد الصغير صاحب شركة الصغير للكهرباء والبناء والشغال العام من متساكني قصرساف جاءت لكلمة في حق الرد على السيد رئيس جمعية سيانة مدينة قصرساف صلقطة فيما يخص المحاول الذي بنيناه في نهج احمد تليلي نحن الترخيص قانوني واخذنا الترخيص من البلادية ومن الموتمدية وفي نسبة لي انا من اخذ الخدمة انا فهمت صاحب شركة واجبت لكم الستوش من البوند كوموند واللورد سيرفيس الوثائق الذين يدل ان انا من اخذ الخدمة وحبت ان نوضح للعام انه فهمت مغالطة كبيرة ياسر انا فهمت مغالطة حديث وانا فهمت مغالطة بشكل صحيح المشروع بشكل 180 مليون وقد قمت من المشروع وقصت الى هذا المشروع وقصتني لدينا عراقيل برغم مغالطة المشروع اخر نحن نخدم الجردة حمدت ليلي لنجم ونخدم الجردة الحمدت ليلي لنجم ونخدم الجردة الحمدت ليلي لنجم ونعطيك التاريخ بالضبط يمكننا في 2017 و2018 وقتا عملوا الكياس نهج فلسطين قالوا عندكم شيء يترافوه هون يقلنا لما عملنا بيسات ونطنت لنجم ونخدم المحاول نهج حمدت ليلي لن نكسر الكياس ونعديه للحمد يعني إذا لم يتخدم نهج حمدت ليلي لن يتخدم حمدت ليلي لن يتخدم نهج حمدت ليلي لنجم ونعطيك التاريخ وبالنسبة للستاك في منيو لايجي قالوا أن الوثاق ليس قانوني أنت تدخل المنجم وفي دقر تطلب عليك رخص وبلوء وتقسي وإذا كان المنطقة ليس بلدية تطلب عليك ترخيص من البلدية وتقعد تمشي مرة وثنين وثلاثة واربعة وعشر لكي تأخذ الترخيص لكي توافق لك في منيو لاستاك كيفية تعمل مشروع بمئة وثمانين مليون بوراق ليس مرقلة وراقنا الكل هي قانونية نحن لا نأخذ رخصة في منيو لا نبنيه في دار نحن مشروع في منيو لا تابع الدولة نأخذ في منيو لا ترخيص الوراق التي يجبتهم لكم وإن شاء الله ربي يدي مخلق ونحن لدينا مشكلة حتى سافي واني سافي ود البلاد ونغير على البلاد كما العباد وكما أكثر من العباد أحبت أن نصح المعلومة أنه في منيو لا يوجد ضغط عالي وهو متوسط الضغط ستاك في منيو لا يأتي عمارة لا يوجد عمارة لتفرد عليه كيف يعمل في منيو لا بوست والبوست يأتي عمارة تسكن فوق منه الناس ونتحمل مسؤوليتي قدام ربي قبل العباد أنه لا يشكل حتى خطر لا يوجد حتى خطر سيدي جاء عنا في برشة بساطة في قصر الساف وتنجم وتمشي وتشوفوا والبعض لاسق في الديار ولا يوجد حتى قلق واني تعهدت ونهارة لتدوسي قلت مدام ما خرجتنا في بلادي نحافظ على الجردة ونخرجوا مزيان ونعملوا ديكور مزيان ونحافظوا على الطابعة المزيانة الجردة مهما كان يكون نيراني سافي ونغير على البلادي ونغير أكثر من العباد هقف 조금 قلق أعلم هذا يكمن هو اشتركوا في القناة